موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي في هذا الفيديو سنتطرق للمادة العاشرة من قانون كرة القدم والأمر يتعلق بتحديد نتيجة المباراة سنتطرق بإذن الله إلى أولا تسجيل هدف ثانيا الفريق الفائز ثالثا الركلات من علامة الجزء نبدأ بالنقطة الأولى تسجيل هدف يتم تسجيل هدف عندما تتجاوز القرى بكاملها خط المرمى بين قائمي المرمى وتحت العارضة بشرط عدم ارتكاب أي مخالفة من قبل الفريق الذي سجل الهدف إذا قام حارس المرمى برمي الكرة مباشرة إلى مرمى الفريق المنافس سيتم احتساب ركلة مرمى إذا أشار الحكم لاحتساب هدف وقبل أن تجتاز القرى بكاملها فوق خط المرمى يستأنف اللاعب بكرة مسقطة النقطة الثانية الفريق الفائز الفريق الفائز هو الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف إذا لم يسجل كلا الفريقين أي أهداف أو سجل عددا متساويا من الأهداف تنتهي المباراة بالتعادل تتطلب لوائح المصابقة تحديد فائز بعد انتهاء المباراة بالتعادل أو بعد انتهاء نتيجة مباريات الذهاب والإياب دون تحديد فائز فإن الإجراءات التالية هي فقط المعتمدة لتحديد الفائز قاعدة الأهداف خارج الأرض أو فترتان متساويتان من الوقت الإضافي لا يتجاوز كل منهما 15 دقيقة أو الركلات من علامة الجزاء النقطة الثالثة والأخيرة الركلات من علامة الجزاء يتم تنفيذ الركلات من علامة الجزاء بعد انتهاء المباراة وباستثناء أن يتم ذكر غير ذلك سوف يتم تطبيق قوانين اللعبة ذات الصلة اللاعب الذي طرد خلال المباراة لا يسمح له بالمشاركة التحذيرات والإنظارات الممنوحة خلال المباراة لا تحتسب خلال الركلات من علامة الجزاء بخلاف الطرد شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله